رينو كولورا هي كلمة يونانية الاصل اطلقت على مدينة مجدوع الانف وهم الاشخاص اللي اشتهروا بالانف المقصوص والاسم ده ناتج عن شكل وهيئة وجوه سكان المدينة فيا ترى هل المدينة حقيقة ام اسطورة وايه سبب كسر انف بعض التماثيل في مصر القديمة اهلا بكم في قناة حكاية اثر قبل ان ابدأ الحلقة حابب اقول اني بستعرض احداث من التاريخ ذكرت في مصادر مختلفة على ايد مؤرخين وباحثين وعلماء بيختلف البعض حول يكونها حقيقة ام اسطورة وخيال وكل مصادر الحلقات بتكون موجودة في صندوق الوصف لكل حلقة بسيبها لحضراتكم للاطلاع عليها ودلوقتي يلا نبدأ مدينة رينو كولورا وهي المدينة التي ذكرها في كتاباته هيريدوت وديودور السكلي وبعض المؤرخين اليونانيين والرومان واليهود فمن خلال المصادر ذكر ان في مصر القديمة كان في مدينة ملهاش مثيل اطلق عليها مدينة العقاب والحقيقة ان اسم المدينة جي من خلال سبب بنائها فبيقال ان الفرعون بناها عشان تكون منفى وسجن يعاقب بيه كل من يرتكب الجرائم والسرقة والعقاب ده بيكون بعد جدع وقص أنف الشخص المظنب عشان تكون علامة مميزة للفئة دي من الناس وتم تحديد موقع المدينة على حدود مصر الشرقية وبالتحديد بالقرب من العريش حاليا في منطقة تعرف باسم تل حبوة والمدينة كان اسمها في مصر القديمة مدينة تجارو ورجحت المصادر ان تم بنائها في حوالي 3000 قبل المينت وتم تسميتها بمدينة رينو كولورا كتسمية يونانية جاية من مصطلح مجدوعي الأنف نسبة لهيئة وشكل وجوه سكان المدينة دي واختار ملك مصر العقوبة دي كنها دليل على ان الشخص مجرم ويبان من خلالها لعمة الشعب في حالة هروبه من أسوار المدينة واحد من الأدلة اللي تم العثور عليها هو لوح حجري تم العثور عليه قبل حوالي 140 سنة في منطقة تل حبوة وهو موقع المدينة اللوح ده تم وضع قوانين خاصة بملك مصر وقواعد وضحها عشان تكون عقاب لكل من يحاول سرقة أي شخص بيعمل لدى الملك أو كبار رجال الدولة مع تأكيد ان العقاب هيكون جدع الأنف والنفي للمدينة للأبد وبيعود تاريخ اللوح لحوالي 1321 لـ 1293 قبل الميلاد ومن هنا رجح بعض المؤرخين ان تاريخ بناء المدينة بيعود لحوالي 1300 سنة قبل الميلاد في عهد آخر ملوك الأسرة 18 حور محب وذكر هيريدوت ان حور محب عاقب ساكن المدينة ببناء السور العالي كمان الخاص بيها عشان تكون سجن لهم وأما عن وصف المدينة ذكرت المصادر انها كانت بسور بيمتد لحوالي 500 متر وأبراج بيوصل ارتفاحها حوالي 20 متر تقريبا وان سكانها كانوا بيتغزوا على صيد الأسماك والسمان وبيعتمدوا في مياه الشرب على الأبار الجوفية بسبب ندرة المياه وذكرت المصادر كمان ان عقوبة جدع الأنف ظلت عقوبة مستمرة بعد حكم الملك لسنوات طويلة وان المدينة أصبحت بعد فترة زمنية طويلة مدينة بسكانها العادي أما أصحاب النظرية المختلفة ذكروا ان عقوبة جدع الأنف كانت عقوبة المتآمرين مع زوجة الملك رمسيس الثالث وكل من ساعدها في زبح زوجها أثناء نومه مع عدم ذكر نفيهم للمدينة من عدمه وهو واحد من الأدلة اللي اعتبرها البعض انها دليل على وجود المدينة لما أعلنت البعثة المصرية عن اكتشاف أثار بناء ألعة ومدينة في منطق التالة حبوة في سنة 2015 أما اللي ذكروا دي دور السقل في القرن الأول الميلادي ان كان في مدينة بحرية وتقع على حدود مصر وفلسطين وحدد انها نفس الموقع بالقرب من العريش وان كان في ملك أثيوبي اسمه أكتيسانيس قدر انه يهزم ملك مصر في ذلك الوقت وبنى المدينة في حوالي 5000 قبل الميلاد وقدر انه يأسسها لنفس السبب وهو سجن المجرمين مجدوعي الأنف فيها إلا ان بعض الروايات المؤرخين اليونانيين خلفت الرواية دي وذكرت ان المدينة تم تأسسها على حدود مصر الشرقية عشان تكون مركز تجاري كبير للبضائع اللي جاية من الهند والجزيرة العربية في تمانينيات القرن التسعة عثر بعض العلماء على أثار عمليات بناء وبقايا أبنية في منطقة تل حبوة رجح من خلالها العلماء ان المدينة ليست أسطورية وانها ربما تكون قصة حقيقية وان ما تم نقله عن المدينة في سنة تلاتين قبل الميلاد ربما يكون حقيقي بالفعل أما آخر نظرية فصرت سبب كسر أنف التماثيل في الحضارة المصرية وفصرت كمان أسباب كسر أجزاء مختلفة من التماثيل فبعض الباحثين وعلى رأسهم أمين مدحف بروكلين إدوارد بيلبرد لما تسعل عن سبب كسر بعض التماثيل وبالأخص منطقة الأنف رد بتلقائية ان الكسر بشكل طبيعي ناتج عن مرور ألاف السنين وانه ناتج عن عمليات استخراج التماثيل من الحفاية أو نتيجة لعوامل مختلفة وعوامل طبيعية بس لما بدأ بيلبرد يتجول في المتحف ويبص للتماثيل بعناية وتركيز أكتر بدأ يفكر أن ده ممكن يكون بسبب ومش صدفة عادية اللي خليه يتحمس للأبحاث أكتر أنه هو في معظم التماثيل وجد أن الكسر بنفس المقاييس ونفس منطقة الكسر تقريبا في الأنف ومن هنا بدأ يحط أسباب مختلفة لعمليات الكسر وأسباب تشوه المنحوطات في مصر الأديمة وبدأ يتأكد أن تكرار الكسر والضرر بنفس النمط بيوحي أن تم استهداف مكان الضرر بصورة هادفة وبدأ من هنا يحط عدة أسباب للكسر ده واستشهد أن ممكن يكون من دون الأسباب دي الدوافع السياسية والدينية والشخصية في مصر الأديمة ورجح أن كل جزء في التمثال ليه وظيفة ومن هنا بدأ يحدد أن عمليات الاستهداف والكسر يتم على حسب أهمية الجزء ده وبدأ يفسر كمان أن في بعض التماثيل مشوهة بالكامل ورجح أن ده بسبب هو اعتقاد المصر الأديم أن التمثال بيساعد في تعرف الروح على الجسد في العالم الآخر وبالتالي عند تدميره هيؤدي على توقف الروح عن التنفس على حد تعبيره ومن هنا ما تقدرش الروح تتعرف على الجسد في العالم الآخر واستشهد بالبرج بوجود بعض أضرار في مميوات الملوك بشكل متعمد ورجح أن ده ممكن كانت بتقوم بيه فئة مخربين في مصر الأديمة كانت دي وظيفتها زي كده لصوص المقابل ووصف أن ده اعتقاد ثقافي أساسي للغاية بأن الضرر بالصورة بيعني الضرر بالشخص يعني تدمير التمثال هيؤدي إلى الضرر بصاحب التمثال وقال أن بالرغم من أن المصريين الكدماء كانوا بيحوطوا منحوتتهم وبيحفظوا عليهم في المقابر من ثلاث جوانب في غرفة ليها ثلاث جوانب إلا أن الفئة دي ما كانتش مخربة وبس لا دي كانت فئة مدربة تم توظفها للمهمة دي ومن هنا يجي سؤال الحلقة قبل الختام هل فعلا في سبب لكسر أنف التمثيل الفرعونية إحنا لسه ما نعرفوش وهل ليه علاقة بكسر أنف أبو الهول أتمنى أنكم ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتفعلوا زر الجرس وتشرفوني بالاشتراك في القناة دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته